السلام عليكم أصدقائي الأطفال ومرحبا بكم في درس ما دور الجلد في حياتي الهدف التعلمي هو ربط الحاسة بعضوها وحاستنا لهذا اليوم هي حاسة اللمس السؤال الأول وضعية انطلاق تقتضي اللعبة التي يقوم بها أحمد تعرف الأشياء دون رؤيتها ماذا نلاحظ في الصورة؟ نلاحظ أن أحمد يحاول أن يتعرف على الأشياء التي في الصندوق دون رؤيتها إذن هنا أصدقائي الأطفال علي أن أطرح سؤالا حسب هذه الوضعية الموجودة في الصورة ثم سأطرح كذلك افتراضات للإجابة على هذا السؤال والافتراضات يمكن أن تكون إما خاطئة وإما صحيحة إذن ما هو السؤال الذي يمكن أن أطرحه هنا؟ جيد كيف يمكن للطفل التعرف إلى الأشياء التي في يده دون أن يراها؟ وعيد كيف يمكن للطفل التعرف إلى الأشياء التي في يده دون أن يراها؟ إذن هنا سأقوم بطرح افتراضات والافتراضات إما أن تكون خاطئة أو صحيحة كما أشرت في السابق إذن ما هي الافتراضات التي يمكن أن أطرحها هنا؟ علما أن أحمد لا يستخدم حاسة البصر فهو يستخدم حاسة اللمس فقط؟ نعم يمكن أن يتعرف إلى ما في يده عن طريق الإحساس بالحرارة جيد يمكن كذلك أن يتعرف إلى ما في يده عن طريق الإحساس بالخشونة نعم ويمكن كذلك أن يتعرف إلى ما في يده عن طريق الإحساس بالنعومة أحسنتم السؤال الثاني أختبر وأجرب هنا سأقوم بتحديد ملمس الأشياء الموجودة في الصور كيف هو ملمس الدبدوب؟ نعم ملمسه ناعم في الصورة الثانية عندي كرة من الخيط كيف هو ملمسها؟ نعم ملمسها ناعم أيضا في الصورة الثالثة عندي حجر كيف هو ملمس الحجر؟ نعم يكون خشنا جيد في الصورة الرابعة عندي إسفنج كيف هو ملمس الإسفنج؟ جيد يكون لينا وفي الصورة الأخيرة عندي خشب كيف هو ملمس الخشب؟ يكون خشنا جيد السؤال الثالث أدون وأتقاسم إذن كيف هو ملمس القطن؟ نعم ملمس القطن ناعم جيد وكيف هو ملمس الإسفنج؟ الإسفنج ملمسه لين نعم والخشب ملمسه خشن أحسنتم أمر الآن إلى السؤال الرابع أعمم وأطبق من خلال التمارين السابق يتضح أنه بواسطة حاسة اللمس يمكن أن أميز بين الناعم والخشن والليين لا ننسى المصطرحات العلمية أمر إلى الصفحة المقابلة أحيط الخشن بالأحمر والناعم بالأزرق والليين بالأخضر سأبدأ بالصور التي على اليمين الصور الأولى ليفة الاستحمام هل هي ملمسها خشن أم ناعم أم لين؟ نعم ملمسها خشن إذن سأحيطها باللون الأحمر الصورة الثانية مكنسة كيف هو ملمسها؟ نعم ملمسها أيضا خشن إذن سأحيطها باللون الأحمر الصورة الثالثة أرنب كيف هو ملمسه؟ جيد ملمسه ناعم إذن سأحيطه باللون الأزرق أنتقل الآن إلى الصور التي في الوسط كيف هو ملمس القت جيد ملمسه ناعم إذن أحيطه باللون الأزرق وفي الصورة الأخرى عندي مبرد كيف هو ملمس المبرد؟ جيد ملمسه خشن إذن أحيطه باللون الأحمر أنتقل الآن إلى الصور التي على اليسار لهاية كيف هو ملمسها؟ نعم ملمسها لين إذن سأحيطها باللون الأخضر في الصورة الأخرى مطاط كيف هو ملمسه؟ نعم ملمسه أيضا لين إذن سأحيطه باللون الأخضر وفي الصورة الأخيرة عندي بالونة كيف هو ملمس البالونة؟ نعم ملمسها لين إذن سأحيطها باللون الأخضر السؤال الخامس أقوم وأدعم أضع علامة زائد لما يفيد حاسة اللمس وعلامة ناقص لما يضر بها ماذا نلاحظ في الصورة الأولى؟ نلاحظ طفلا يلعب حول النار هل هذا الفعل يضر بحاسة اللمس أم يفيدها؟ جيد هذا الفعل يضر بحاسة اللمس إذن أضع علامة ناقص في الخانة في الصورة الثانية نلاحظ بنتا تلعب بسكين هل هذا الفعل يضر أم يفيد حاسة اللمس؟ أحسنتم هذا الفعل يضر بحاسة اللمس إذن سأضع علامة ناقص في الخانة ماذا نلاحظ في الصورة الثالثة؟ نلاحظ طفلا يستحم هل هذا الفعل يفيد أم يضر حاسة اللمس؟ جيد هذا الفعل يفيد حاسة اللمس إذن أضع علامة زائد في الخانة في الصورة الأخيرة نلاحظ الطفل يغسل يديه هل هذا الفعل يفيد أم يضر حاسة اللمس؟ جيد هذا الفعل يفيد حاسة اللمس إذن أضع أيضا علامة زائد في الخانة أشكركم أعزائي على حسن المتابعة أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في الدرس المقبل بحول الله اشتركوا في القناة